موسيقى ننظر بها نخبة الهجن وانطلاقاتها في مساء مميز ومساء جميل في سماء المرموم نسير مباشرة إلى المركز الأول وإلى انطلاقة هذا الشوط والبداية هنا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يتقدم سلود مع المضمر مطار بن سيف بن لاحج الهاجري بينما المركز الثاني هناك مياس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عملية التضمير والتدريب تعود العبدالله بن تعيلب الهاجري بينما المركز الثالث ياتم عدي لهجن العاصفة ينطلق ويسير إلى ثالث المراكز مع المضمر الواثق حمد بن راشد بن غديل هو لان المحتل المركز الثالث بينما المركز الرابع نسير مشاهدين العزام مع السراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عملية التضمير لدى سعيد بن سالم اللي ينيبي أما المركز الخامس وصل في هذه اللحظات شاهين نسموه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عملية التضمير لدى خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي والمركز السابع اللي وصل من هجن العاصفة ياتي منجم هنا مشاهدين الكرام من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير المركز الثامن هناك تدخل في هذه اللحظات من خلال تواجد سرابل سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم بينما في عملية التضمير والمتابعة والتدريب يأتينا في هذا التحدي محمد بن مسفر بالقوبع المركز التاسع نقل إلى لزيم من هجن العاصفة والمركز العاشر نقل إلى شهين من هجن زعبيل بينما في عملية التضمير يأتي راشد بن محمد بن مرشد في عملية التضمير والتدريب هذه الأسماء العشرة الأولى المتقدمة في لحظات هذا الشوط في لحظات النموس لهذا اللقاء لهذا التحدي في هذه المشاركة ولكن نعود إلى البداية نعود إلى مسار هذا الشوط هناك رباعية على الشوط تحملها الموجة الأولى تحملها التحديات الأولى من مسافة الأربع كيلومترات في سن المفاجهات السن الصغير القادم بقوة إلى هذا العالم مع انطلاق وتحدي وأكيد كل عيون هجن تراقب هذه السلالات وتراقب هذه الأسماء وهذه السبق والندر في ميادين السباغ بينما نتابع سراب لا يزال على المركز الأول اسمه شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يضمر سراب في هذا النطلاق أوس الهود عبيد بن شينان المري يتقدم لكن هناك المركز الثاني سراب اسمه شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسعيد بن سالم اللي نيبي في عملية التضمير والتدريب ولكن ياتي لزيم من هجن العاصفة لزيم انتقل مباشرة إلى المركز الأول في حيث ياتي ونشاطي هذا الشوط مع الواثق حمد بن راشد بن غدير أما سلود الآن غير خذ المركز الثالث لسيدي صاحب اسمه شيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن سيب بن لاحج الهاجري في التضمير المركز الرابع هناك ياتي شاهين لسمه شيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد عاشق السلالة الشاهنية ينطلق في هذا الاختبار لكن المركز الخامس وصلنا إلى منجم لهجن العاصفة ياتي في هذه اللحظات في هذا اللقاء والواثق حمد بن راشد بن غدير يدير في عمليات التضمير وعمليات اللقاء في هذا المساء عودة إلى المركز السادس هناك تقدم مشاهدين العزاق من هجن زعبيل وشاهين ياتي في هذه الانطلاقة لهجن زعبيل على سادس المراكز مع راشد بن محمد بن روشد والمركز السابع وصلنا في هذه اللحظات ثمين لإسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سعيد بن راشد بن حمد بن غدير في عملية التضمير هكذا هو المسار هكذا هي التحديات لكن نعود مشاهدين الأعزاء بعدما دخلنا في الكيلو الأخير في تحديات الأمتار القليلة المتوقية أعصير الشوط ولكن لا زالت العاصفة تسير لا زالت العاصفة تسير تقود هذه العاصير وهي المسيطرة يا السلام بدأ في الانطلاق لزيم على المركز الأول نديم هناك يقدم لزيم هذا الاستمتاع وهذا التحدي في هذه اللحظات المسائية لكن شوط خماسي شوط حماسي شوط متير شوط لخمسة من الجعادين هنا تنطلق المحليات الأصائل عودة للمركز الثاني سراب اسم الشيخ حمدان بن راشد وسعيد بن سالم اللحظة الأخيرة المنظرة الأخيرة التي تحمل لنا عنوين الناموس الناموس ولكن خلاص لزيم مشاهدين الكرام يظل لزيم لانطلاقة الشوط وإلى المركز الأول لهجن العاصفة حيث تقدم كل التحديات وكل الأسماء الكبيرة في هذا المساء القادمة إلى هذه اللحظات إلى السيوف إلى الكوز إلى لحظات البنادق ولكن ياتي لزيم ليتقدم ويهدي العاصفة ولموس آخر لسيدي صاحب المكتوم حل في المركز الثاني هكذا كانت النتيجة لكن نعود بحضراتكم للتوقيت الزمني للأخوة المتابعين والمستمتعين بمتابعات قناة دبي ريسنك ست دقائق 11 ثانية ثلاثة من الأجزاء من الثواني هو توقيته الزمني أمامكم على شاشة التلفزيون يأتي من هجنة العاصبة ثانية والناموس المركز الثاني هنا وصل ثمين ست دقائق 12 ثانية ثمانة أجزاء من الثانية ثانية كذلك مشاهدي العزاء لسمو الشيخ حمدان بن محمد ورائد سعيد مكتوم وإلى المضمر سعيد بن غدير المركز الثالث سعراب اسمو الشيخ حمدان بن محمد ورائد مكتوم ست دقائق 13 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار الذي مشاهدي العزاء تقدم من خلال تقديم هذه الأسماء وهذه النوعيات المفضلة في ميادين السباق خاصة من خلال انطلاقه في هذا المساء الرياضي والمساء الجميل الذي يحمل لنا دائما مشاهدي الكرام كل التحديات العملاقة كل التحديات المميزة في سباق الهجن